السلام عليكم اليوم أحبت أن أعرفكم بصناعة جديدة في الجزائر وهي في حقيقة مش جديدة نتكلم عنها صناعة كوابي في الجزائر الكوابي الكهربائية جميع الأحجام والتي كان فيها صناعة وطنية مع عينة كابل وكان شركة أخرى اليوم نتكلم عن شراكة نموذجية في جنوب جنوب بين الجزائر ومصر وأحسوف أن تكلموا الضبط على الشركة السويدي المصرية التي تعتبر واحدة من أكبر الشركات في العالم في إنتاج الكوابي الكهربائية والتي تصدر من الجزائر إلى عدة دول في العالم خاصة الدول الأوروبية والمتحدة الأمريكية من المنتجات الكوابي الكهربائية بجودة عالية جداً تنطاهي أكبر الشركات العالمية في إنتاج الكوابي وهذه الشركة لأنشاءت مصنع ضخم في الجزائر بدون من طول عليكم نخليكم تابعوا هذا النموذج من الشراكة الجزائرية المصرية في إنتاج الكوابي الكهربائية نخليكم تتابعون الفيديو وإلى موعد آخر والسلام عليكم مجمع السويدي تجربة نجحت في تأسيس 285 مؤسسة حول العالم وفي عام 2006 كانت الجزائر وحيدة من البلدان التي حط أكبر مجمع استثماري عربي الرحال بها عام 2008 بدأنا بصناعة الكابلات الكهربائية ذات الضغط المنخفض ثم أضفنا بعد ذلك نشاط إنتاج الكابلات الضغط المتوسط ثم أضفنا لأول مرة داخل الأراضي الجزائرية كابلات الضغط العالي الأرضية 60 كيلوفولت ثم أيضا أضفنا كابلات الـ 220 كيلوفولت الأرضية ثم أضفنا من بعد ذلك كاستثمار إضافي كابلات ال économل LW الهوائية ثم أضفنا أحد استثمارات السويدة داخل الأراضي الجزائرية مصتع المحاولات وهو حالياً بقاله لم يصبح جديد حالياً هو حوالي عشر سنوات بيغطي تقريباً 60% من احتاجات السويق الجزائري حجم العمالة الجزائرية داخل المصانع السويدي 650 عام مباشر وحوالي 1500 إلى 2000 عام لغير مباشر نجح المجمع في اقتحام عديد المجالات الزراعة وصناعات الخفيفة والثقيلة السياحة الطاقة ومجالات أخرى تراهن عليها حكومة الجزائر هي كذلك فما هي خطة فرعه بالجزائر لاحقاً على غرار صناعات الكابلات الكهربائية؟ لدينا طموح ورغبة أكيدة في تنويع سيصمرتنا داخل أراضي الجزائرية سواء في مجالات المشروعات المياه زي تحرية المياه ومعارجة المياه مشروعات الطاقة الشمسية ونحن دخلين فيها جداً بقوة مع الجزائر كشريك أصيباً في هذا المجال أيضاً لدينا أفكار وخطط واضحة ومعلنة أيضاً للإستثمار في مجال الزراعي في المجال السياحي وأيضاً في مجال الإسكان والبنية التحديدة منذ أعوام أصبحت آلاف الشحنات سنوياً تنطلق من عين الدفلة المقر الرئيسي لإنتاج المؤسسة نحو قائمة عديدة من بلدان العالم حتى تلك التي بها فرع للمجمع بل وحتى نحو مصر مقر شركة الأم نحن نقوم في التصدير إلى أسيا وإلى إفريقيا لأمريكا اللاتينية وإلى أيضاً أوروبا تقريباً كل شهر نطلق شحنا إلى إيطاليا كذلك نصدر إلى الولايات المتحدة الأمريكية كأول مصدر لمهمة الكهربائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية من الأراضي الجزائرية بالإضافة أيضاً إلى دولة شيلي وذي أول مرة بيتم التصدير لها كمهمات كهربائية من الأراضي الجزائرية عندنا في مصر مصانع لكن نحن نمثل الجزائر والمنافسة في مجال المهمات لا تفقد الودة تموقعة المؤسسة العربية بالسوق الجزائرية حتى أصبحت جزءاً من النسيج الصناعي المحلي تشارك بمنتجاتها الكهربائية بأكبر المشاريع الوطنية كمطار هواري بوماتيان الجديد الجامع الأعظم متر الأنفاق مشروع ألف ميجاوات وغيرها وهو ما يعكس النجاح الذي استطاعت تحققه مؤسسة عربية على أرض عربية يعتبر مصنع السويدي لصناعات الكابلات الكهربائية واحداً من أهم الاستثمارات المصرية التي وجدت بالجزائر مناخاً خاصاً ومناسباً لنبوها وباتت منتجاتها مطلباً ومزاراً للكثير من دول العالم الجزائر لديها العديد من الفرص في كافة المجالات وده أحد الأسباب لخلتنا أن نكون موجودين في الجزائر على مدار 15 عام متواصل وبكل عام بنضيف استثمار جديد ده كان لا يمكن يحدث دولة الجزائر دولة بتدعم استثمار وبتقدم كل التسليلات الممكنة كما أن جزائر السوق لديها العديد العديد من الفرص يمكن أن يكون موجودة في العديد من الدول الأخرى شحنات تصدير متتالية تبلغ قيمتها ملايين الدولارات وتوجه للعديد من دول العالم آخرها مصر، خوديفوار وإيطاليا هي نتائج ساهمت في تحقيقها أياد شباب ولاية عين الدفلة والكفاءة العاملة بالمصنع قيمة الشحن الموجهة اليوم تتجاوز حوالي 5 مليون دولار نحن النهاردة بنتطلع ثلاث شحنات واحدة إلى جمهورية المصر العربية والثانية إلى دولة كوديفوار والثالثة إلى دولة إيطاليا وده عقود مستمرية ومتكررة وده بيؤكد للمرة الألف قدرة العام الجزائري على المنافسة واختحام الأسواق العالمية وقابليته للتطوير والتعلم والابتكار تحصلنا مؤخرا على شهادة الأيزو 45001 وشهادة الأيزو 1725 وشهادة الأيزو 140001 وشهادة الأيزو 45001 دول يمكننا من اقتحام الأسواق الأوروبية لأنها أحد الشروط الأساسية للتصدير لأوروبا مصنع السويدي للكابلات أبرز مثال حي قد يجيب على تساؤلات كل من يبحث عن الاستثمار في الجزائر ودليل قاطع على أن الجزائر سوق واعد وبيئة خسبة وآمنة لكل مستثمر جاد اشتركوا في القناة موسيقى